رائحة الموت لم تجف وحريق المرفأ لم يخمد بعد هي الحقيقة المختفية تحت الأنقاض في أول ذكرى صنوية عن انفجار هز بيروت العاصمة الشعبية والسياسية غابت المعلومة الكاملة التي تدين من فعل فعلته وترك لبنان بأطفاله ونسائه ورجاله في حالة نفسية مميتة هي الأخرى مر عام فيه ما فيه من انفجار في معادلة السياسة اللبنانية ثم بعدها ولم تتوقف عقبات الاقتصاد وما أخطر من ذلك إلا أن تتحدث دول الغرب عن قلة أخلاق سياسي لبنان الذين يخفون الحقيقة أو اتهموا بها قيلت إذن كلمات الغضب لكنها خرجت اليوم بجموع متظاهرة تريد للجثث أن ترقد بسلام في مقرها الأخير اللي عمل هيك بإخواتنا قليلة على تتعلق مشنقته اللي خلينا نلمه ونشقف وندفنه المرتين قليلة على المشنقة في لبنان تتحرك فرنسا والعالم العربي هو الآخر ناظرا إليها غير مستبشر بواقعه الأليم والانفجار الذي نقل وجه بيروت من عاصمة بارسية للعرب إلى جحيم بدد فرص الأمن أو الفتن والتي سرعان ما تشتعل فيها أطراف التناقض السياسي وتعتليه الطائفية مرة والتناحر الخارجي على موقعه السياسي مرة أخرى إسرائيل من جانب آخر مرفأ آخر لتفجير الاستقرار والهدوء عام من المأساة لا يتوقف عند حد تقرير إنما للصورة أن تصف ما هو أبلغ من الكلام أو أبلغ من معلومة غائبة ترجمة نانسي قنقر